وينضم إلينا من القدس مرسل تلفزيون العربي أحمد جرادات أحمد إذن لقاء نتنياهو وبنت دام لثلاث ساعات ولم يخرج بقرار نهائي يبدو أن هناك المزيد من المفاوضات وليس بالضرورة للاندمام إلى نتنياهو من قبل بنت التفاصيل من عندك ساهدي ما يعني يسعى نتنياهو من خلال هذا اللقاء إلى ضم بنت إلى معسكره حتى الآن نفتال بنت زعيم حزب يمينة لم يحدد إن كان سينضم إلى المعسكر المؤيد لنتنياهو أو المعسكر المناهد والمناوئ لنتنياهو ولكن في المقابل نتنياهو يسعى لإغراء بنت عن طريق مكاسب سياسية عن طريق مناصب سياسية عن طريق أن يكون وزيرا للأمن في الحكومة المقبلة أو حتى الانضمام إلى حزب اليكود وإعلان تحالف بين اليكود ويمينة ووضع أعضاء حزب يمينة في أماكن مضمونة لولايتين انتخابيتين قادمتين ولكن في المقابل حتى الآن بنت قال وصرح بعد الانتهاء من هذا الاجتماع والذي هو الأول عقب الانتخابات الكنيسة بأنه سيسعى للعمل من أجل مصلحة إسرائيل وحكومة مستقرة وإنشاء حكومة مستقرة ولكن هذا اللقاء يأتي قبل يوم واحد أيضا من لقاء بنت مع يائير لبيد هناك تحركات تشهدها إسرائيل لقاءات بين السياسين الإسرائيليين وذلك قبل الإثنين المقبل وهو الموعد الذي ستقوم من خلاله الكتل التي نجحت في انتخابات الكنيسة بالتوصية على الشخصية التي ستشكل الحكومة نتنياهو حتى الآن وإن انضم إليه بنت فإن معسكره لن يتجاوز التسعة وتسعة وخمسين مقعدا أي أنه بحاجة إلى مقعدين اثنين على الأقل كي يستطيع تشكيل الحكومة وهنا تكمن الأزمة لأن حتى في المعسكر المؤيد لنتنياهو هناك رفض الاعتماد على أصوات القائمة الموحدة العربية برئاسة منصور عباس مثلا بيتسلي إلس مودريتش وهو رئيس تحالف الأحزاب الصهيونية المتدينة قال بشكل واضح بأنه سيرفض أي حكومة تقوم على توصية من حزب منصور عباس أو دعم من الخارج لأنه يراها وتراها أحزاب اليمين بنقطة وبداية لانتهاء اليمين الإسرائيلي أيضا في المقابل إن تحدثنا عن التحركات في الجهة المقابلة إيرلبيد ما زال يجري لقاءات من أجل العمل على التشكيل الحكومة ولكن هناك تحرك في الساحة السياسية الإسرائيلية حاليا بما يعرف في اسم كتلة التغيير يقود هذا التحرك جدعا صاعر المنشق عن حزب اليكود والرافض والمناوئ لنتنياهو والذي أيضا رفض في السابق اقتراحا من نتنياهو بالانضمام إلى معسكره والانضمام إلى حكومة برئاسته هذا يعني معسكر التغيير أو كتلة التغيير تريد أن تنشئ حكومة إسرائيلية ما بين اليمين والوسط وتعتمد على التناوب بين نفتالي بنت ويئير لبيد أي أن بنت سيكون بداية رئيسا للوزراء وبعد ذلك يأتي يئير لبيد هناك في هذه اللحظة نفتالي بنت هو يبحث عن أكبر وأكبر قدر من المكاسب السياسية لأنه أمامه فرصة لأن يكون رئيسا للوزراء إن لم يذهب باتجاه معسكر نتنياهو ولكن هو حتى الآن يحاول أن يرى أي المعسكرات هي الأقرب لتشكيل الحكومة ويحاول جس النبض إن كان فيه المعسكر للمعيد نتنياهو أو المناوء لنتنياهو مصادر صحفية إسرائيلية تحدثت عن أن بنت حتى الآن لم يقرر إن كان سيوصي على نتنياهو أو سيوصي على لبيد ولكن المؤكد من هذا اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل سنشهد تحركات ولقاءات سياسية إسرائيلية بحثا عن الحكومة وتشكيل حكومة مستقرة شكرا جزيلا لك أحمد جرادات مراسل تلفزيون العربي كنت معنا من القدس شكرا جزيلا لك